في مدينة الفحيص شارك مدير إدارة السير المركزية العميد سامير بينو في مسيرة على الأقدام لدعم مرضى السرطان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي المسيرة هدفت إلى إظهار تكاتف المجتمع من أجل تعزيز القيم النبيلة وتحديدا في محاربة السرطان وتسليط الضوء على معاناة المصابين بهذا المرض من أجل غرس القيم المرورية من المراحل المبكرة بداية من الحضانات والمدارس والصفوف الأساسية شاركت إدارة السير المركزية مع الأهالي وأبنائهم في مسيرة بتنظيم من مؤسسات المجتمع المحلي لمحاربة مرضى السرطان ودعم المرضى مسيرة طيبة كانت والحمد لله ركزت على كثير من القيم النبيلة وقيم الأساسية وأنه يجب أن يتكاتف المجتمع من أجل هذه القيم النبيلة وتحديدا موضوع الرئيسي كموضوع محاربة السلطان وتسليط الضوء على خطورة هذا المرضى الذي يعاني منه جانباً أو عدد لا بأس فيه من مجتمعنا وأنه ضرورة التوعية أنه حتى الناس يعني ينتبهوا لهذا المرضى ويعملوا على مكافحته من لحظات مبكرة المبادرة تأتي استكمالاً لدور المجتمع ككل لتسليط الأضواء على مشاكل وقضايا المجتمع وخاصة مرضى السلطان من خلال البازار الذي عقد في نهاية المسيرة وخصص ريعه لدعم مرضى السلطان حقيقة أن هذه المبادرة من مؤسسة إلى حضورها الكبير بالمجتمع تأتي استكمالاً لدور مؤسسات المجتمع ككل في تسليط الأضواء على قضايا ومشاكل المجتمع وبشكل أساس اليوم مرضى السلطان المبادرات اللي بتقوم بها المؤسسات صارت مهمة جداً في نشر الوعي ونشر الثقافة لتسليط الأضواء على كل القضايا والمشاكل اللي بتعاني منها المجتمعات إظهار الصورة المشرقة في الأردن يأتي بالتعاون ما بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات المجتمعية مع بعضها في محاربة الأمراض التي تحتاج إلى عناية مستمرة بالإضافة إلى تناول القضايا المجتمعية بشكل حضاري